قلتلكم بارح النادي الاهلي مصمم على وجود حكام اجانب في كأس النخبة مصمم على وجود حكام اجانب في كأس النخبة ونادي الزمالك ما عندوش اي مشكلة في وجود الحكام المصريين خصوصا ان الزمالك ما عندوش فلوس يدفع الدوارات للحكام اللي يجوا نمرة اتنين نادي الزمالك كمان شايف ان الحكام الاجانب اللي جم مصر يعني بوازوا المطشاط بداية من مباراة البرامز والاهلي الحاكم الأسباني والبعاديها الحاكم الألماني وحتى الحاكم معتز إبراهيم بتاع السوبر كان يعني مش عارف يسيطر على اللقاء وكان فيه أخطاء تحكمية واضحة فالزا مالك قال لك لا احنا مع المصريين في وجود الفار النهاردة تواصل كابتن محمد فاروق مع الكابتن محمد رمضان وقال له أن يعني كان فيه اعتراض على محمد معروف ومحمد معروف بيضغط الفترة الأخيرة أنه لازم يحكم نهائي ولازم يحكم مباراة قمة وأنه هو حكم دولي كبير وأنه هو ما بياخدش الفرصة نادي الأهلي تحس أنه ما عندوش رغبة كبيرة في محمد معروف فقيل يعني أن لو فيه مباراة نهائية خلاص محمد معروف مش اللي هيحكمها أمين عمر هو اللي هيحكمها وأن الحكم يعني ده الكلام كابتن محمد رمضاني ما اتكلم مع كابتن محمد فاروق قال له ما عندناش مشكلة وإحنا عندنا ثقة في التحكيم المصري وكابتن محمد فاروق قال له يعني ياريت توقفوا مع التحكيم المصري كنادي أهلي ونادي كبير وأن يعني الفترة اللي جاية هتشهد تحسن كبير خصوصا بعد رحيل الرجل البرتغالي وإن شاء الله الحكام المصريين يقدوا بطريقة محترمة وطريقة جيدة وكلام من هذا القبيل خلاص؟ لكن أنا بقول لكم أن الزمالك عنده مشكلة مع أمين عمر في النهاية زي ما الأهلي عنده مشكلة مع حمد معروف في النهاية أنا بقولها لكم لكن في النهاية هنا السؤال واللي احنا بنترحه من زمان هل من حق الزمالك أنه يعترض ويقول لجنة الحكام تعمل إيه وما تعمل إيه هل من حق النادي الأهلي يقول لاتحاد الكرة ويتحداه يقول له احنا مش عايزين حكام أجانب ومش قبل كده بيراميز طلب حكام أجانب بس بيراميز يعيني ما عندوش قوة شعبية كبيرة فقال له له جمال علام قال له تتجننت ولا إيه يا عم بيراميز روح يا حبيبي روح يا بابا لعب بعيد هتحكم بحكام مصريين غزبا عنك النهاردة ما بقتش عارف السيستم مين الأجمد مين الأقوى مين المنظم هل الزمالك والأهلي اللي بنظموا المتشاط هل هم اللي بيختاروا الحكام هل التحاد الكرة هو المتحكم هل ربطة الأندية هي اللي قوية هل لجنة الحكام هي اللي بتستجدي الأندية عشان يوفقوا على طلباتها الآية ألبت ما تعرفش مين بيعمل إيه ومين بينظم ومين الأقوى لكن في النهاية ده هذا هو على أرض الواقع كابت محمد رمضان أكد لكابت محمد فاروق ما عندوش مشكلة مع الحكام المصريين ما عندوش مشكلة في أن دعم الحكام المصري فيما هو قادم وبالتالي كده قولا واحدا الفترة اللي جاية أو بطولة كأس النخبة سيقوم بتحكمها حكام مصريين المراضي بقى الانتصار الأقوى لو الزمالك والأهل يوصلوا للمبرارة النهائية يا ترى محمد معروف اللي الأهل مش عايزه هو اللي هيحكم ولا أمين عمر اللي الزمالك مش عايزه هو اللي هيحكم والله أعلم هل ممكن يكون في حكم تالت ولا يعني خصوصا أن أحمد الغندور موجود من ضمن الحكام اللي بيديره لقاءات كأس النخبة طيب